السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات قناة سيكوريتي بالعربي اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا و تريندين جدا او هاكينج كيف نستطيع نخترق او كيف نستطيع نستطيع مستطيع سنتعرف على ما هي الاتاكس التي تحدثت و اهم الاتاكس و هنجرب بشكل عمل ان شاء الله هنتعلم ايه النهاردة اول حاجة هنتكلم عن موضوع موضوع هنتكلم عن اللم هنتكلم عن كيف نستطيع موضوع 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 الموضوع الموضوع سيكون شغالة كيف مع موضوع 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 و في الاخر هنحل على خاصة موضوع 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 الموضوع هدفه انه يأخذ كبيرة جدا من الاتاكس او انه يكون تريند على احجام كبيرة جدا من الاتاكس و يبدأ انه يأخذ موضوع موضوع يكون شبه البشر يتكلمه فيك انه هو بني ادم يتكلم معك بالضبط المفضل انه يساعدك كما نرى في شهر جبتي او دي بسيكي انه يساعدك لحل المشكلات او لو لديك مشكلة في الكود او لديك اسئلة معينة ماهي الفرق بين اي سوفتوير كان موجود قبل كده انت اي سوفتوير في الطبيعي اللي هو العادي خالص انت المفروض بيعمل ريتريف مثلا لحاجات معينة من داتا بيز او بنغزن عليه نوع من انواع الديتا وبيطلع الديتا الاكسبيكتد انها تطلع بمعنى ان انت عندك كان عندك داتا بيز بنخزن فيها مثلا اسماء اليوزرس او بنخزن فيها مثلا برودوكتس معينة والمعلومات الخاصة بالمنتجات دي وان انت مثلا بتخش على امازون وبتبدأ تستعرض المنتجات الموجودة منتجات دي في حد دخل ضفها وانت بتبدأ تشوفها بشكل ديناميك ده صوفتوير طبيعي جدا وعادي لكن في اللارج لانجوش فوضل انت متبقاش عارف ايه الديتا يعني هو في الاخر هو بيبدأ يتمرن على او احجام كبيرة جدا من الديتا انت مش عارف ايه اللي هيتجاوب او ايه اللي هيتطلع بالضبط من السؤال اللي هيتخله فزي ما كنا بنتكلم كده انه هو احنا مش عارفين ايه اللي مفيدة اللي هيتطلعه فهو من الاخر هو صوفتوير مالوش ملك يعني هو في الاخر معرض لانواع مختلفة من الاتاكس اللي كانت بتحصل قبل كده شبهها فيه عاجات كومون بين وبين الاتاكس العادية لكن نتيجة البيهيفيور بتاعه المختلف نتيجة انه هو فيها عدد كبير جدا من الوزرس يستخدمونه نتيجة انه هو ممكن يكون اخد اكسس على ديتا جياله من المصادر المختلفة او الناس انها تبدأ تعملها شيرنج معنا نتيجة انه ممكن يكون بيعمله او هنتكلم عن فتح باب لاتاكس كثير جدا ما كانت موجودة قبل كده وهتبقى بتستهدف بشكل اساسي الـ AI وتستهدف بشكل اساسي معلومات اللي احنا بنعملها شيرنج معنا انغالبا كل حد بيثق بالـ AI يثقها مية ويشير معنا كل المعلومات الخاصة به فبالتالي هنا الـ او الـ هيكون هو الـ الـ والتارجت الاساسي هو الحصول على معلومات المقزنة عليها لو هنتكلم عن ايه انواع الـ اللي ممكن تكون بتحصل على بدايتها زي ما انا كنا نقول ورد ريفي الديتا ان انا بحاول ان اوصل الديتا اللي احنا كلمنا انها الخاصة بالمودلز الموجودة ايه ثاني ممكن اكون بحاول اعمل هارم في الـ لان هو زي ما احنا قلنا ممكن يكون واخد اكسس على ابي ايز معينة تمام فانا هحاول ان انا اخد اكشنز على ايه على الـ عن ايه ايه يمكن أن يأخذ الاتصال الذي تقوم بها للشارجيب تي أو تقوم بها للأي موضل وينفذ هذه الاتصال بالنيابة عنك أو أن يستطيع إسرعك ويستطيع إخذ بيانات معينة تعملها شيرينج مع أيها نتيجة لده منظمة أواص بأول ما تلاقي أن هناك نوع معين من الأتاكس ظهر بشكل جديد فهو تبدأ أن تضع الـ Top 10 أو أقوى أو أهم عشر أتاكس ممكن تكون بتعمل التارجتنج للنظام الجديد فهم عملوا فعلاً حاجة اسمها أواص بـ Top 10 LLM وضعوا فيها الأتاكس اللي ممكن تكون خطيرة لعلاقة بالـ AI بشكل عام والـ LLM بشكل خاص مثل الـ Prompt Injection مثل Insecure Out of Handling حاجات اللي علاقة بالـ Data Poisoning حاجات اللي علاقة بالـ Supply Chain التاكس اللي ممكن تكون بتحصيرها على الـ AI Accessive Agency دي اللي هنحن نكلم عنها النهاردة موديل سيفت لوحده يسرق موديل كله هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن الـ Top 10 بعدين في الفيديو تاني لكن إن شاء الله النهاردة هنكون مركزين أكثر على الـ Accessive Agency بشكل خاص أو على التعامل مع الـ APIs بشكل عام كيف نستطيع أن ندخل الـ LLM يعني هناك خطوطين أساسيين أنت محتاج تعملهم عندما تعمل على أي موديل وتحاول أن تظهر فيه موديل سواء هذا الموديل يمكن أن يكون موديل كوميرشي مثل مثل DeepSeek والشارجي بيتي أو هناك موديل ساعات هناك شركات مقاعدة تعملها كـ Private AI Models بنفسها فبالتالي هو موضوع ليس صعب إن كل الموديل ستقوم بتقفل وكذا لا يوجد حاجات كثيرة جدا تكون تعمل أو تستخدم الموديل بشكل خاص هي التي تضع الموديل عليه فبالتالي هناك باب كبير جدا من أبواب اكتشاف الصغرات في هذه الجزئية أول شيء بشكل أساسي يحتاج أن تعمل يحتاج أن تعرف الموديل الموديل الذي يدخل للموديل بمعنى أن تتعامل مع الموديل بطرقتين أو هناك طرقتين تضعهم بها الموديل أول شيء هو الموديل الذي تقوم بتعطيه أو السؤال الذي تقوم بتعطيه يبدو أن يرد عليك فهذا هو أول التعامل معه أول شيء هو الـ Data Sets التي تسمعها لكي يبدأ أن يتمرن عليها بمعنى أن ترفعه الـ PDF أو ترفعه الـ PDF لكي يتمرن عليه ففي هذه الحالة يمكن أن تعمل بشكل عام أو يمكن أن تعمل أو أي نوع من أنواع الـ Attacks ثاني شيء يحتاج أن نعرف أيضا أن نفعل هنا مثل Attack Vector Mapping أو نحاول أن نعرف ما هو Attack Surface للموديل الموديل ففي هذه الحالة نحن نحتاج أن نعرف أي الـ APIs أو أي الـ Functions التي الـ AI موديل لـ Access هذا أيضا شيء مهم أنت محتاج أن ترى أي القدرات الموديل من الموديل أو الموديل الذي تعمل عليه والله هذا الموديل يمكن أن يحجز مثلا تذكارة سيني مئة ويبدأ أن يحجز مثلا مطعم لا هو لـ Access على الـ APIs معينة وهذا ما نرى في الـ Lab بالضبط اليوم كيف سنستغل لـ Access معينة على الـ APIs ومن الـ Access سنستغل لـ Action Malicious هذا يعتبر Structure الذي يتعامل مع API ونرى كيف سنستغل هذا لأنه لديك في الأول مفاوض أنه يبعد لـ Model هذا الموديل يبدأ أنه يرى ما هي الـ Function الذي يحاول أنه يفعلها ويبدأ أنه يرى هل هذه الـ Functions من دون الـ Functions الذي يقدر أنه لـ Access عليها أو لا يبدأ أنه يحاول هذا الموديل الذي يريد هذا الموديل لـ Arguments الذي يبعد في الـ Function أو الـ API أو الـ API الـ API الذي يفعله ويبدأ أنه يفضل أنه يفعل هذا الموديل لغاية أنه ينفذ الـ API أو يكون الـ API الذي يفعله ينفذ الـ API ويرجع إلى الـ الـ يبدأ هنا يمكن أن يتعامل الآن يمكن أن يتعامل مع الـ 3rd party API سيرفر يأخذ الـ Arguments ويبدأ أن يحاولها لـ API حسنا هذا يفتح معنا الـ Lab إن شاء الله نعمل الـ قدرة كبيرة جدا أو لديه تحديد وعنده تحديد تحديد على بمعنى أنه لا يوجد نوع من أنواع البروتيكشنز حصلة بينه وبين الوزر على البرومبت الذي سيحصل والربط بين هذا البرومبت والABI الذي ستنفذ سنرى هذا بشكل عملي كيف نستغل حصول هذا البرومبت على صلاحيات قوية جدا داخل الابليكيشن سنبدأ نحل فهو مفروض في الاب ده الهدف هو أن نمسح يوزر اسمه كارلوس انا أول حاجة أعمل هنا كما نرى كده فتح معنا مفروض ان ده عبارة نشوب بسيط مفروض ان نشتريها مفروض ان انا عندي ماي اكاون ده بعد دور عام ان انا ادخل بيوزر نيمو باسورد وعنده وعنده حاسمه اميل ده مفروض الاميل ده مفروض ان انا دعيه معنا بلكنش يخصر حاجة وباك اند اي اي لوجز هو هنا موريني او بيستعرض هنا اي اي لوجز مفروض ان انا باخدها من ال اي اي موديل الموجود ده معنا ان في اي 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 موديل ماي هو اللي هو خلال فهنا سنبدأ نحن نتعامل مع تعالى نشوف أقول له هاي مثلا قال له هاي كان أساسي يوتوب كما قلنا نحن لدينا طريقتين نقدر نحن نلاقي صغرات خاصة أول حاجة زي ما قلنا نحن نشوف الال ال اكسس او ال اي بي اي اكسس ال اي اي مودل ده ففي الحالة دي مثلا ممكن نقول له what functions can you do مثلا طبعا الموضوع هنا بسيط او موضوع هنا كلاب بس بشكل عاملي طبعا الموضوع مشكلة بالسهولة دي وهتحتاج ان انت بقى تعمل اتكلم معه بشكل معين ده ممكن نتكلم عنه في الفيديوز الجاية ان شاء الله بس هنا بس عشان يعني demonstration للمشاكل الموجود والله هنا قل لك انا ممكن اقدر اعمل بسود ريسيت تمام اقدر اعمل بسود ريسيت اول حاجة بسود ريسيت بسود ريسيت ريسيت او موضوع واستعمل بسود ريسيت يمكنني أن ينفذ هذا هو نتيجة فهنا هناك موجود على البرومبت البسيط الذي تقول له أنه يمسح يوزر أو مثلا يديني باسور يوزر فلاني مثلا يجب أن يديني باسورد كارلوس يجب أن يديني باسورد كارلوس يجب أن يديني باسورد كارلوس فهو هنا يأخذ كمبليت أكسس على الابي ايز نرى اللوجز الموجودة في هذه الحالة سنجد أنه هنا مترجم كل البرومبت ما نقوم بعمل لأي بي اي جيسون ريكوست ورسفونس بادي كما نرى كما نرى ما نرى هنا سوف نستخدم تول كولس وبدأ أنه يستخدم فونكشن باسورد حول ما نطلب منه لأبي اي كوش هذا ما نتحدث عنه خلال الفيديو ورجع هنا باسورد ساكسس باسورد باسورد ميل سينت كما نرى طبعا نستخدم هذا في أن نمسح كنا نعرف أنه يستخدم حسم باسورد فممكن أقول له باسورد 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 كارلوس أنا هنا بحدد له فونكشن بالضبط لكي يكون عارف فهو يذهب قال لي باسورد كارلوس باسورد لو كان في أي حاجة يقدر أفعلها و اللاب باسورد فده كان يعتبر بسيط بس على فكرة الاكسس بتاع المودلز على الابي طبعا موضوع كارلوورلد أصعب أو أعقد من كده لكن في الآخر هو بيقدم الفكرة اللي احنا عايزين نقصالها وهو ازاي بنبدأ نتعامل مع الاكسس بتاع المختلف في الفيديو الآن هنكمل شرح بعيد الأفكار اللي ممكن تكون لها علاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته